موسيقى على حسب البطاقة الشخصية وعلى حسب البيانات الرسمية أنا الله سلمت أولت في مدينة الرفاع رفاع العز وبعدين عشت وترعرعت في مدينة المحرق أم المدن وبعدين انتقلت مثل ما أنت اليوم زايريني إلى مدينة عيسى أعتقد أن أنا لي جزء في كل مكان عشت في المنطقة الجنوبية وعشت في المنطقة الحين في العاصمة وكنت في محرق فأتوقع أني أنا أقرب إلى أن أنا أكون بحرينية بناكها خالصة والله أشوف يسأل صعب إذا تسألني شخص عرف عن نفسك لأن أنا أحس أني أنا شخصية مجموعة إنسان وأتغير بتغير قناعاتي أؤمن بأن ما في رسوخ عندي رسوخ في القيم لكن ما عندي رسوخ في الهاي يمكن أمور كنت ما أقبلها سابقا أنا فليكسبل مرينة أتقبل المعرفة الجديدة ما أقاوم التغيير بشكل كبير بالعكس أنا جدا مرينة في هذا الموضوع فعشان جدي أوصف شخصيتي بأني أميل إلى المرونة أميل إلى التعلم أحب أن أعرف كل شيء جديد ويمكن أبرز الأمور اللي يمكن الناس ما تقدر تستوعبها أني أنا فعلا أعمل في العديد من المجالات في العديد من التخصصات ولو سمح لي بعد وقت أكثر أكيد كنت بأتخصص بأمور ثانية أنا أعتقد أن أنا عشت طفولتي بعرضها وطولها يعني أنا من الأطفال اللي حظوا بتجربة الطفولة الكاملة الله يحفظ والدتي والله يرحم والدي وفروا لنا وهي يقول لنا جو طفولة خالص وهذه أنا اللي أنصح في جميع الأمهات عايشوا وعيالكم جو الطفولة لا تحاملونهم كأنهم كبار تركوا لهم المساحات خلهم يجربون لا تكونوا نظام الحماية بزيادة بعد هذا أيضا يخنق الطفل أنا عشت طفولتي في المحرق والمحرق لها ميزة أن البيبان كانت مفتوحة على بعض فكان عندنا امتداد بيتنا هو الفريج فكان كل بيت في الفريج لحق عليه يعني إحنا عادي مو بس الوالد والوالدة هم اللي هذبونا وهم بالعام يزفونا ويقولون نعيب وغلط لا إحنا حتى ما الفريج لهم نفس الحق فكنا الجميل في المحرق أنه كان الكل يربيك ولكل أخوك ولكل أختك فيك كلنا كفريج واحد وكعوائل وأنا عشت في فريج الشيوخ وكان يميز هذا الفريج أنه هو يضم العديد من العوائل العريقة في مملكة البحرين وكان عندي أقران كثار بس للأمانة كان معظمهم كانوا من أصبيان ما كانوا بنات قليل البنات كنت أتظرهم ويكنديون حق يداتهم وكتلعب معاهم المعظم أصدقائي في فترة الطفولة كانوا من الأصبيان وحتى أخوان يلا يحافظهم أنا عندي ستة أخوان فالوالدة يحافظها وما كانت تخلي أخوان يطلعون لعبون بروحهم إلا وانا معاهم فكنت أشكلهم عائق يعني إن شها البناية ذي اللي لاصقة على طول فينا فتطبعت الطبايعهم وصرت مجازفة صرت أحبة غامر صرت شوي بعد جريئة صرت حتى أفكاري منفتحة أكثر لي عمر معين طبعا كان هاي مسموح لي في الفريج عقبها طبعا لا اللي هينا مع الدراسة ومع الأمور وصار عندي صديقات من المدرسة لكن للأمانة أنا أحس أن أنا محظوظة أن أنا جربت معظم الأشياء في طفولتي وأعتقد أن هذه كان لها ويد أثر على شخصيتي أنا للحين محبة للاستكشاف محبة لتعلم عندي قابلية مثل ما قلت لك عندي مرونة لتعلم الأشياء الجديدة للحين أحس أنه فيني طفلة ماشي بعد من مرحلات الطفولة ما زلت عندي ما زلت أني أمارس طفولتي مع عيالي الله يحفظهم أحبهم يتمون يعيشون رغد الطفولة وأحب أعيش معاهم هذا الوضع شوف لنا يعني اللي عارفني عارف أني أنا لصيقة بعيالي على طول أطلع معاهم أحس أن عيالي صاروا كبار من كثر الكلام الكبير اللي احنا نقوله في مجالسنا لكن أنا على طول أبي أرجعهم إلى أن يفكرون بس في اهتماماتهم كأطفال ما بأمور العولمة تسهمهم ما بأمور اللي أكبر من عمرهم أو القضايا تكون هي يعني تستولي على ذاكراتهم في هذا العمر المبكر أتمنى أن يعني قلت لك بعد أردك أتمنى أن كل ولي أمر أنه فعلا ما يضغط عيالي ويعيشهم أمر مو عمرهم يطلب منهم أمور مو من أمورهم أنا يوم كنت صغيرة كنت ويد لغوية وكنت ويد توكتب يعني أنا تكلم كنت الله يحفظها الوالدة عندنا في محرق نظام المجالس النسائية يعني البيبانة مبطلة وكل واحدة حطة قدوعها وتنتظر الناس يدخلون عليها والوالدة وحتى نسوان الفريج اللي أنا كلهم أنا ديهم أمي يعني ماما عايشة وماما فاطمة هاي كلهم كانوا أمهاتي وهم في الحقيقة ما تربطني فيهم صلة نسب بس بحكم الفريج صاروا وهم قلهم لهم حق الأم يعني الأمومة علي فصرت أتكلم نفس الكبار وحتى ذي هنا ضيوف وأقعد أقلطهم ويعني من اللي يميز بعد أيضا طفولتي أنا عشت في فريج لشيوخ فريج لشيوخ في مناطق أثرية كثيرة هي واحين طريق اللؤلاء أذكر إن أنا كنت أمارس دور المرشد السياحي يذيون جانب يزورون هذي البيوت القديمة فكنت أنا ما أعرف لغة إنجليزية فكنت أنا ما أعرف لغة إنجليزية فكنت مثلا أقلها فوتو كنت صغيرهم وإذا أكوني أقول لا we want to take photo with you يعني بيصوروا وياتش لأن نحن يعين هاي المنطقة وفي واحدة صغيرة قاعدة تمارس وأحاول كنت أعرف معلومات عشان إذا يودنا الأجانب أنا عارف أقول لهم شنو عن البحرين فه يعني ربعت في بيت محب محب عزز عندي الوطنية بشكل كبير كبير لدرجة أن بدأت أحس أن أنا مسؤولة جزء يعني المسؤولية الوطنية عندي عالية من فترة طفولة مبكرة ابتدت يمكن بالإرشاد السياحي الغير مباشر أنا ما كنت أدري إنه يسمونه إرشاد سياحي كنت أحس أن منواج بي أنا كموجودة في هذا الفريج العريق اللي فيه وايد بيوت قديمة من هبيت الشيخ عيسى بن علي من هبيت الشيخ إبراهيم بن محمد من هبيت سيادي فكنت على طول أروح وأعرف معلومات عنهم وأتعلمهم بالإنجليزي البسيط لمكسر وأروح أقف أقول حق الأجانب هؤلاء المعلومات عن هذه المناطق أنا نشأت شاطرة بالفطرة يعني كنت من الأوائل من مرحلة ابتدائية مبكرة وللأمانة المعلم لعب دور كبير في سقل شخصيتي عشان جدي أنا للحين أعول على دور المعلم في بناء شخصية التلميذ وأنا تربوية وأقول ذي الكلام وأستشعرها يعني أنا كل طالب من عندي حالة منفردة ما أعامل كل الطلبة بمقياس واحد أنا ما عندي ذي الأي والبيز والديز أكرهها أكره الاختبارات اللي ممكن شاطر في الكتابة يقدر يكتب لكن اللي مو شاطر في الكتابة يمكن يكون شاطر في البرزنتيشن ممكن يكون شاطر بأفكاره ما أؤمن بهذا المقياس أنا للأمانة حضيت وهذه من بركة وأمصر رسالة شكر حق كل معلمة درستني في الفترة في المرحلة الابتدائية والعدادية والثانوية وكل مدرس طبطب علي وقال لي ترى أنا أشوفيك وتوسن فيك خير هذه الكلمة يمكن المدرس تمر عليه مرور الكرام لكن على الطالب تترك أثر كبير في نفسه أذكر كل معلم وقف معاي وقال لي كفو بالاسم وبالما وقف أذكر كل معلم قال لي أنا أشوف في شيء زين واصلي لا توقفين أحطي أكثر كنت متنوعة أذكر في المرحلة الابتدائية كنت فرد نشط في الزهرات وأنا عشان تذي ويد أحب حركات الكشافة وأوصي أنها تكون في كل مدرسة حتى المدارس الخاصة الكشافة خلت من كل واحد كان عندنا مفتاح مفتاح الكشافة كان في عدد من القوانين الأنطباطية كنت أشفر أن أنا امرأة أمن إذا روح المدرسة كان عندنا نظام النظام النظام هذا شنو الفصحة ممكن تاكل أكلك بس إحنا كنا نتأكد إنه ما يصير فيه ما يسمى الآن تنمر وإنه ما فيه فلان قط شيء الله يعزكم في الأرض أو كذا كان النظام المدرسي يأسس شخصيتنا رحت للمرحلة الإعدادية اشتركت في فرقة المسرح أو للأمانة وأقدر أقولها وأكيد زميراتي اللي قاعدين يسمعون هذا اللقاء شاهدين على هذا الموقف إحنا أسسنا مسرح لا أموج إحنا يبنى فلوس للمدرسة سوينا مسرح قمنا نبيع تذاكر قمنا ننمي مهارات الدراما ننمي مهارات العرض لأن الطالب ممكن يكون شاطر في الدراسة وهذه واقع يعني ممكن واحد شاطر ووحد ما شاطر لكن أنا عندي قناعة لكل شاطرة الحين بوجود جوجل ومحركات البحث والذكاء الاصطناعي الكل يقدر يحصل المعلومة يعني مو صاحب نفس قبل لكن الفرق في المهارة كان عندي وعي مبكر لهذا الموضوع كنت أبي أصير ماهرة في الكثير من الأمور فالمسرح وايد صقل شخصيتي مع أنه مسرح مدرسي يعني ما انتقلت من المسرح المدرسي إلى مسرح أكبر للأسف كان فيه أفكار في السابق مو منطقية تجاه الفن فتميت في المسرح المدرسي في المرحلة الإعدادية وكنت واجه أقوفه فيه وصنع لي هاي أيضاً أذكر أنا فس في مصابقة الشعر كنا نشارك في مختلف المناسبات كان المدرسة دورها أكبر من واجبات أكبر من حشو 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 عشان شدي بعد أنا أرجع كولية أمر أتمنى فعلاً أن المدرس تأخذ أدوار متعددة في بناء شخصية الطالب لأن هذا الطالب هو المواطن أنا إذا عزست عند قناعات في المستقبل رح أتشوفها تنعكس على شخصية مواطن صالح ما أبي مواطن شاطر قلت لك بعد نرجع ونقول جوجل أشطر مننا الذكاء الأصناعي أشطر مننا البحث عن المعلومة صار سهل نبي شخص عنده قدرة التعبير عنده قدرة الكلام عنده مهارات متطورة في التقنية عنده مهارات متطورة في استخدام لقتل جسد في قيرها من هذه الأمور أنا أتمنى أن المدرس تهتم بصق المهارات بجانب المعرفة طبعاً أنا ما شاء الله عليه عريقة دراس في محرق أمو المدن فدراس في المرحلة الابتدائية في مرسة مريم بنت عمران وهي أول مدرسة ابتدائية للبنات على مستوى البحرين دراس في العدادية في مرسة خديج الكبرى وهي أول مدرسة نظامية للبنات طبعاً هي أكيد إنشاءة سنة 28 لكن أنا محظوظاً أنا دراس في هذه المباني العريقة بكرياتي كلها في أماكن جداً أنا حتى لليوم إذا مروا محرق مع عيالي أقول لهم شوفوا ترى أنا دراس في هذا المكان العريق في الثنوي دخلت السلك التجاري كان على وقتي أنا كل يومين أغير الفكرة لأنا شنو أبشتغل يوم كنت صغيرة كل يومين يوم أي حق الوالد الله يرحمه أقول لأبصير صحفية يوم ثاني أبصير طبيبة أقوها مدرس وأنا أتوقع أنا كلت لأطفال كذي لما نوصلت مرحلات قبله الثانوية قاعدت أفكر أنا سوق العمل شنو يحتاج وأنا كنت لت أنا كان عندي وعيف شوي مبكر بحكم أني أنا كنت ويد مجالس الكبار ويد أثرات على شخصيتنا فكنا ما نأخذ قرارات عاطفية فقط فكان على أيامنا كان ويد رائج المجال المصرفي وخصوصا المحاسبة يعني كان المحاسبة راتب المحاسبة ويد عالي كنت فرصا أن تشتغلي في شركة عالمية في المحاسبة في البحرين ويد فرص كبيرة فدخلت المجال التجاري في مرسلة المحرقة التجارية دراس تجاري وبعدين حصلت اللين كنت متفاوقة دخلت الجامعة أيضا دخلت دراس مجال المحاسبة ويكون هذين الموضوع ولو درس علام في جامعة البحرين لكن لا أنا دراس محاسبة في جامعة البحرين لكن أثناء دراسي للمحاسبة اكتشفت شيء اكتشفت أني أنا أحب مادة الماركتينج اللي هي التسويق وشغف مو طبيعي بعدين بدأت شوية أحس من ذي الشغف أنا أحب الماركتينج أكثر من الأرقام أرضي يقول لي دفتر محاسبي ما أحسني أنا لا 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 أنا موذين وظيفة لو أشتغلها طوال عمر أنا ما بي يعني ما بي أمسك دفاتر محاسبية أو نظام محاسبي بقدر ما أنا ودي فعلان أني أنا أشتغل في موضوع التسويق وموضوع الناس والتسويق بالمعنى الأصيل هو ترويج فكرة أو سلعة شنو؟ تبين سلعة ولا فكرة لأنا بفكرة وبيروح أعلام وفعلا انضميت حق مجال الأعلام مجال جميل خاص ب نادي الأعلام في جامعات البحرين ذكريات ويمكن أنا بحد من المحظوظين زملائي كانوا نخبة وما زالوا هما زملائي سواء زملائي في العمل زملائي في المهنة كنا نخبة وكان الأعلام يديد وللأمانة صاحب الجلالة يوميا بمشروع الرائد مثاق العمل الوطني فتح آفاق قبل كنا نتكلم عن إعلام كنا نتكلم عن تلفزيون وحيد وصحافة وحيدة أو إذا جريت تيب بالكثير كنا شفنا الجرائق قاعدة تنفتح شفنا الواضع قاعدة ينفتح شفنا الأسقف قاعدة تزال أنا هذي اللي أبي أكون فيه أنا أبي أكون من الناس من قادة الرأي فدخلت مجال الأعلام أول ما قلت حق بيتنا أن أنا أبي أدخل مجال الأعلام أذكر أخواني كان عندهم تحفظ أنه يعني شب تصيرين مذيعة كان قلت لك كان في صورة ضبابية عن الأعلام ديش الفترة على فكرة تغيرت يعني تغيرت جدا لدرجتنا أخواني الحين هما يقولوا لي يلا ما تبين يشوف لك برنامج وما تبين يشوف لك ظهور كذا بس هي فترة معينة كانت من الزمن فقلت لهم عشان يرضون أن أنا أدخل الأعلام لأنني كنت أستشعر أهميتها قلت لهم لأنني أشتغل في العلاقات العامة ترى في شيء في الإعلام هو علاقات عامة وأنا أشوف رحي فيه وأنا شخصية شماعية وأحب الناس وأحب أقابل الناس وكذا ففعلا دخلت بس ما تخصصت وهذا الجميل جدا أنا بقدر ما أحب العلوم علم مفصل كمنفصل لكن أنا أؤمن بأن الإنسان لازم يكون شامل فما أبغالكم بالإعلامي أنا شغلتي إعلاميا اليوم أقعد باع اقتصادي بكرة أقعد مع طبيب بعد أقعد مع قانوني وحقوقي أنا لازم موازن أنا فعلا بحاوره وبعطيه هو المساحة الأكبر للكلام لكن إذا أنا ما كنت بقدر يعني ما بأصير أكيد بقدرة ودي أكيد وأطمح إننا نصير بقدر كل شخص قابلته لكن إذا ما كنت بهذا القدر على الأقل عندي المعرفة الأساسية في هذا العلم عشان شذي أنا ما تخصص في الأعلام أنا أخذت كل العلوم في الأعلام يعني أخذت الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والصحافة وكان عندي شغفة كبيرة أني أشتغل فيهم كلهم بتقولي لي يحفظة ما يصير ني استوب بوقلت أنا أشتغلت فيهم كلهم أنا أشتغلت صحافة وكتبت مقال في عمر مبكر جدا كان ابتليت 2006 مع جريدة إخبار الخليج ووصلت ورحت الأيام وأنا الحين أكتب في الوطن وأنا فخورة بهذا التعاون اللي ممتد سنوات طويلة يمكن من 2011 2012 بديت مع الوطن وليليوم اشتغلت في الإذاعة من خلال برنامج الجماهيري الأكثر انتشارا اللي هو صباح الخير يا بحرين اشتغلت أيضا في فواصل أحب الإذاعة تربطني فيها علاقة جدا جميلة حلو الجلوس خلف المذياع التعبير بالصوت فقط تحسين أنه في حالة توحد جميلة بينك بين هذا المذياع تنقلين المستمع إلى عالم آخر من أرواع التجارب اللي أنا ودي أحافظ عليها إن شاء الله إيه مشروع جديد يجمع بين الإعلام الحديث وأيضا الإذاعة اشتغلت في التلفزيون كمقدمة برامج من التجارب الجدا جميلة قصيرة لكن جميلة ياتفي أوقات جدا صعبة يمكن أصعب موقف لي كمقدمة برامج يوم صارت الجائحة الكثير من الأشخاص كانوا يهتمون وأكيد المذياع لازم تهتم بالشكل لأنه في مظهر في الموضوع أنا في الموضوع الكراني كنت أشوف أن الموضوع وطني وأواجه هذا الفيروس حتى لو أصبت فيه إحنا كنا كل يوم نقابل طبيب إحنا كنا كل يوم نقابل أشخاص معرضين للإصابة أن ينقلوا لنا الإصابة وأنا كانت عندي عيال وعندي بيت وعندي عائلة لكن أنا ممكن أخاف بقدر أن أحس المسؤولي أنه لازم أكون موجودة كل يوم في الوزارة في وزارة الإعلام وأقدم هذا البرنامج يوميا مو لازم يكون فيه شخص مهتم بمظهري أكيد الأشخاص ما بيكونون متوفرين عشان يظهروني بأحسن حلة أنا بطلع لولول بسيطة لإنسان البحرينية عشان تنقل الأخبار الخاصة بالجائحة حق المواطنين اللي كانوا كلها بطلعون تلفزيون البحريني أجمل موقف صادني في الإعلام لما جلالة الملك طلع معانا في مجتمع واعي كانت كان يوم أذكرة بحذافيرة شلون صار الصدفة المقابلة رهبة المقابلة الكلمة أنا أعتبر روحي محظوظة أنا ما أدعي أني أنا إعلامية لي مسيرة كبيرة في كثير من زملائي أحق بلقب الإعلامي المخضر في مجال الظهور الإعلامي على الشاشة أنا من الناس المحظوظين أنا فترة يعني ظهوري قليلة جدا على الشاشة ما أطلع لمواسم يعني ما أطلع لفي أمور معينة جدا مناسبات معينة جدا سبحان الله كانت هذه يعني كان مقابلة صاحب الجلالة على تلفزيون البحرين يعني يعني أحس أن كانت وقفة جدا جميلة في مسيرتي الإعلامية في مجال الإعلام المرئي فالشيء أنا غطيتهم كلهم أيضا اشتقلت في العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية اللي أنا اشتغلت فيها أنا اشتغلت في العديد من المؤسسات الحكومية منها على سبيل المثال وزارة الأشغال الإسكان مجلس تنمية الاقتصادية متمثل في هيئة تنظيم سوق العمل وزارة شؤون الإعلام وشغلية حالي أيضا اشتغلت في العديد من البروجيكتات المهمة والوطنية مثل حوار توافق الوطني مثل الانتخابات كل هذه الأمور صقلات شخصيتي وخصوة في مجال الإعلام والعلاقات العهمة إبيننا على صعيد ثاني لأني أنا وايد أؤمن بدور المعلم وأعرف أنه هي مهنة من أنبل المهن على رغم صعوباتها وأنا أقدر كل معلم كل معلم في كل مرحلة أنا أخذت على عاتقي مهنة التعليم أنا دكتورة في معظم جامعات البحرين في مجال الإعلام والإدارة رح أقول لك ليش الإعلام والإدارة أحب طلبتي ما أحسهم طلبتي درست كثير من الأشخاص يمكن حتى إذا أذكر أسامهم تقول لي شون درستيهم ويمكنهم ما يكونون أكبر من نجس سنة أو مقاربين حق سنة أنا درست في عمر جدا مبكر أول ما أخذت الماجستير أقب ما حصلت البكالوريوس مباشرة انضميت إلى العمل في الجامعة مباشرة وأنا كنت أشتغل في يعني أشتغل شغلتين أشتغل شغلي الإداري بلاس أن أنا أروح أدرس كنت أشوف التدريس أكبر من يعني من مهنة مادية يعني أوكي بشتغل وبيعطوني راتب لا أنا عمري ما شفت موضوع التدريس تحديدا بهذه النظرة كنت أشوف أني أنا دوري أني أنا أزرع بذرة هذا كل شاب وكل شابة أنا درستهم أنا أحاول أن أنا أزرع فيهم بذرة بشكل مباشر أو غير مباشر أعتقد هذه دور كل تربوي ما زلت تربطني بطلبتي علاقات صداقة أكثر منها علاقة أستاذ وطالب ما أحب هذه البريير خصوة في المرحلة الجامعية أنا أحس أن كل طالب وصل لمرحلة النطج يحتاج إلى التوجيه فقط أحب أخذهم من يدهم أحب أن أكتشف معاهم ومن خلالهم العالم الجديد أنا مؤمنة أن كل شخص عنده فكر جميل جدا بس تحتاج أحد يقوله أنا بيسمعك يمكن من أكثر المشاريع اللي أنا قربتني أكثر من الشباب كان عندي مقرر إدارة الابتكار أو مقرر الابتكار وريادة الأعمال صح؟ اسمه الابتكار وريادة الأعمال هذا المقرر كان يطرح لأول مرة في الجامعة الخليجية أولي الأمانة أنا أحب رقم واحد كثير علي لو بلقعد بنهيني لبكرة رح أقول لك أني أنا الأول يعني لي الأول يذكرون الناس الثاني ما يذكرون الناس قالت ما يذكرون ما يذكرون الناس يمكن أنا أحتدي الرسالة أو أصلها من خلال منبركم على طول نفس للأول على طول كون الأول ترى على طول المجال المفتوح دون فيه رقم واحد فتقدر تذكر فكت أنا أول واحد يعني كانت الجامعة طرحت هذا المقرر فأنا أبيت إلا أن أنا أكون أدرسك أول أستاذي درس الابتكار في هذا المقرر للأمانة يوم يتحق الطلبة قلت حق الجامعة والجامعة مشكورة أن هي كانت عطتني صلاحية قلت لهم أنا صلاحة هذرين الطلبة أبي أسويهم مختبر بحثي هذرين الطلبة وحق عند درس الابتكار لن نرسم بطريقة تقليدية خلينا نروح بطريقة غير تقليدية أنا ما يصير درس الابتكار بطريقة تقليدية أنا ما سويت شي فأخذنا الطلبة وقسمت المنتصف النهائي على مشروعين المشروع الأول يتقدم بفكرة تفيد فكرة ابتكارية تنمي العمل الحكومي ويقدم هذه الفكرة من خلال برنامج تواصل وفعلا شفت حراك طلابي مطبيعي أهو شلون يعني إحنا إحنا ممكن أن الحكومة تسمع لنا إي نعم ممكن تسمع لكم فقاموا وقدموا أفكارهم وكان تواصل جميل من الجهات الحكومية لدرجة نوحلة قالت لي دكتور أنا أشتغل في نفس المكان قدمتهم الفكرة ما حتى سمعني يوم قدمتها عن طريق تواصل تواصلت معي جهة العمل اللي أنا أشتغل فيها كلها ممكن تفاصيل أكثر المجال الثاني رح نحق تقديم فكرة ابتكارية في ريادة الأعمال إذا أنت كانت وأتيحت لك الفرصة أن تكون رائد أعمال شنو الفكرة اللي راح تقدمها الشباب مبدعين يبنى لهم لاجنة من تجار وكانوا يسمعونهم كانوا يقولون لهم مستحيل يكونوا طلبات جامعة الشباب فيهم كل الخير بس محتاجين أحد يوجههم أحد يقول لهم ترى هذي طريق الأنسب ترى هذا موجود شبابنا فيهم كل الخير حتى وإن ساعات ضغوط الحياة تخليني ما أخذ موضوع التعليم بشكل مستمر إلا أنا أحرص أن كل فصل على الأقل أكون متواجدة في جامعة من الجامعات أنا نديدنا رمضان ما تغير وايد ناسي كلها يقولون أيام والغير وانحين غير أنا كلها أحس أن البزنس مودل تغير يعني مثلا القرقعون ما زلنا نحيه بس مثلا ممكن قبل كار يحيون القرقعون يوم القرقعون إحنا حين إذا في وسط الأسبوع عارين رحلة في الويكند أنا أشوف بالعكس أشوف حتى الشباب راجعين أكثر ما شاء الله البنات كلهم جلبيات وثوبة بحرينية وذهب حتى الشباب نشوفوا أكثر نتمسكين أكثر فاتحين ميالس قاعدين أكلنا نتباه في الأكل البحريني بالعكس صارت المطاعة ما أصلا نتقدم الأكل بحريني أنا ما أشوف نبتعدنا عن الأرمضان أول ولا الحين قلت لجانا حسنا حين فراضنا نمطيني حتى القرقعون قبل كام مفلول قبل لمينا في يعني أنا ساعة في ناسي قللون أوه وين أول وين الحين مو في تغير بس تغير بتغير الزمن يعني أنا الله يسل بشكت لجلانا درست تجاري عقب راح تدرست إعلام وعقب درست إدارة قيادة عندي دبلوم عالي في القيادة من جو من لندن من يوكي وعندي دبلوم عالي في التنمية السياسية معهد التنمية السياسية في البحرين عندي دبلوم عالي في البروتوكول أنا إنسانة مثل ما قلت لج أحب يعني يعني أحترم المتخصصين أحب العلم لو لو الحين بعد يحصل لي وانا جالسة معات أني أدرس تخصص بعد يديد وموجود وتتاح للفرصة أكيد ما بتأخر أنا درس أيضا دكتورة إدارة ابتكار وليشرف أن أكون أول بحرانية على مستوى الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة ونرجع حق رقم واحد في حياتي رقم أحب أحب أكون فيه يمكن كثير من الأشخاص اللي أشوفهم ما يعجبهم هذا الطرح ويقولون لا يعني ما عندك تخصصية الناس ما تعرفت ميزة يعني أنا أتوقع أن كل شخص مار في حياتي ترك أثر بشكل إيجابي أو سلبي وأنا قلت لك أنا ما أشوف السلبيات سلبيات أشوفها على طول أن هي منعطفات للتغير الإيجابي لكن إذا أنا بتكلم عن شخص أنا فعلا يعني أثر فيني كثير هو صاحب الجلالة الله يحافظه صاحب الجلالة هذا الإنسان العظيم اللي يبفكر مغاير في وقت صعب جيب مشروع صعب في وقت صعب راهنا الجميع على نجاحه احتضرنا كلنا أسس لفكرة تعايش والتلاحم وهذا يعني القائد العظيم اللي يعني يرقى بتواضعه يمكن أنا من الناس المحظوظين أن أنا قابل صاحب الجلالة أكثر من مرة في كل مرة أكون منبهرة أكثر أنه يعني من عطايا الرحمن علينا هذا الملك هذا الملك اللي فعلا الله مسخرة لنا يعني المحب لأبناء وطننا الدعا فهو أكيد قدوة يعني أنا على طول نحن ما عندنا أحسن من الشيوخنا نقتدي فيهم وبسلكهم وبمنهجهم فأتوقع هو القائد أنا يمكن طريقة وفاة والدي وايد أثرت فيني يمكن يعني والدي هو توفى وفاة طبيعية طبعا بس توفى وهو يا يزورني وأنا كنت تاوى الله ما معطني ولدي عبد العزيز وهو كان يا يزورني بارك لي عبد العزيز وتوفى وهو يايني يعني وأنا كنت قاعدة ننتظر وشو متأخرة وكان أسوأ شيء تنتظرين عزيز يدخل عليك ويجي خبره للأمان أنا ما أحب أن أتذكر ذي الموقف وكل ما أتذكرها أول شيء أحمد الله أن أبوي راح وهو إنسان قوي وإنسان عزيز يعني وهذه ترى نعمة نحن لا يمكن أن نتأثر بالفقد لكن نعم أن الإنسان يروح وهو بقوم القوته لكن ما يجي أثر فيني الموقف خصوصا مثلا كل ما نتكلم عنه أبوي الله الرحمن عبد العزيز سألونا عمري ما أشفتها وأنا كل ما أشوفك وأنا أتذكرها يعني هو الموضوع مؤلم للأمانة أنا شوف دي السؤال وكان من النسبة لي من الأسئلة الصعبة أن توجه رسالة ولمن توجه هذه الرسالة حتى قراءة السؤال بالنسبة لي كانت يعني أنا أوجه رسالة حق من حق فئة معينة حق شباب حق مواطنين ومن أنا أيضا لأقدم هذه الرسالة لكن إذا أنا فيه فعلا مسج ودي أواصلة يعني أنا يتسوقني حالة الإحباط السائدة يعني إحنا أصلنا التفاؤل إحنا على طول متفاؤلين أنا أتمنى فعلا أن نبتدي نطلع الأمور نشيل هذه غشاوة الإحباط نبتدي نشوف الأمور بمنظور الأمل الأمل رح يقلينا نتحرك من مكاننا نحط يدنا في يد بعض إذا حطينا يدنا في يد بعض فعلا رح نكون فريقه وفريق البحرين الخلاص لنا من أي منعطة في مر علينا إحنا محتاجين فعلا كجيل من مختلف الأعمار ما رح أقول شباب ولا رح أقول كبار ولا رح أقول صغار إحنا كلنا محتاجين للأمل وهذا الأمل أعتقد وقود محتاج إنه وهو سمة لازم أعتقد أن نشيئها بيننا مثل ما هو الإحباط يعادي يعني شخص محبط ممكن تجلس معه يعاديك ممكن لقعت مع شخص متفائل يرسم لك الحياة بسهولة يبين لك عظامات النعم اللي دار ما دارنا استشعار هذه النعم كلها تخلي أننا أشعر بالأمن أنا عن نفسي كل يوم حتى مع عيالي أمارس هذا التمرين استشعار النعم أنا عايشة في بلد آمن عايشة في بلد أقدر أترك في باب بيتي مفتوح أقدر أترك سيارتي أي مكان أنا ممكن أطلع تمشي في شارع أي وقت أنا الله لا يقول لنحتاج علاج رح أي مستشفي يستقبلني أنا لنحتاج تعليم مجاني رح أحصله أنا لنحتاج شفنا أزمة كورونا شلون حسستنا بقيمة الوطن بعظمته مهما اختلفنا نتحد وهذه أيضا من السموات الجميلة في كثير من الأمور لو قاعدت عبدها من هنا ليه أيام ما بخلص استشعار النعم التفاؤل أعتقد هو رسالة أحب أأكد عليها أتوقع أنها إذا كانت من مبادئنا ومن سماتنا رح كثير من الأمور تتغير في حياتنا إلى الأفضل